عموماً في إكسل إدخال لمؤتية الخانات كي تعتبر من أبسط العمليات اللي يمكننا نقوم بها عدنا فقط بعض القواعد المعينة لخسنا ناخد بعيد الاعتبار في كيفية التعامل مع البيانات في إكسل نفترض مثلاً بغينا نقوم بإدخال معلومات كتعلق بشركة خاصة إذن غنقوم هنا مثلاً بكتابة فانت بمعنى مبيعات فالآن لحظوا معايا إذا ضغطت على الزر أنتخي فكنتقل مباشرة للأسفل هاد الخانة أما لا ضغطت على الزر تابولاشون فكنتقل الخانة الموالية بمعنى في العمود ببي نضغط الآن على الزر أنتخي وغنكتب من بعد دي بانس بمعنى مصاريف ومن بعد نكتب بنفس اللي تعملت نكتبها بشكل خاطئ لكن يمكن لي دائماً نختار هاد الخانة ونضغط مرتين وهكذا يمكن لي نصحح الكلمة أولا نقوم باختيار الخانة ومن بعد نتقل لبعض فورميول ونقوم بتصححها هنا كتلاحظوا أن التغيير كيتطبق مباشرة على الكلمة لاحظوا معي أن جميع هاد العناصر أليني على ليسر وفي حالة بغيت نغير لالينيومان فالأمر بسيد يكفي نختار الخانة ومن بعد نتاقل لانجلي أعكوي ونحدد لالينيومان اللي بغينا نطلاقا من مجموعة الينيومان إذن نقوموا مثلا هنا بكتابة الرقم تالي ومن بعد نضغط على الزر أنتخي مباشرة الرقم ديالي لا رحتو كيولي أليني على ليمن بالتالي هذه القاعدة عامة عند الكسال بحيث كيقوم بدبط النص على ليسر والأرقام على ليمن نستمروا إذن في كتابة باقي الأرقام باستعمال الزر تابيلاسون ومن اللي نتاهي من إدخال المعلومات في هذا الصف نضغطو على الزر أنتخي باش نستمروا في كتابة الأرقام بالنسبة للصف الثاني